اشتركوا في القناة من شخص من السلف أنه كان يقول ما دعا بها مكروب قط إلا فرج الله عنه السلف كانوا ينظرون إلى أن هذه الكلمة كلمة يونس عليه السلام أنها فرج للكروب جميعا ما هو السر فيها هي هذه الكلمة أول الأسرار فيها أيها الأخوة أنها ابتدأت بالعمل الذي المفترض علينا جميعا ألا نسأل الله بمثل ما نسأله بهذا العمل وهو توحيد الله مهما تذكر الإنسان عنده من الأعمال الصالحة التي يريد أن يسأل بها الله سواء بر الوالد أو سواء إنفاق في سبيل الله أو سواء بذل أو طهارة قلب أو غير ذلك من أعمال الصالحين الأعمال العالية لا يوجد عمل هو أزكى عند الله وأرفع عند الله وأكثر قبولا عند الله من توحيده سبحانه وتعالى وكلما كان التوحيد لله صادقا خالصا صافيا مجردا ليس فيه شرك ولا بدعة ولا شبهة ولا زعزعة كلما كان إجابة الله لصاحبه أقرب هذا أولا ثانيا هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فيها أمر آخر يثير الاستغراب وهو أن يونس عليه السلام ما دعا ربه بالفرج ما قال رب نجني ولقال رب أنقذني ولقال أخرجني من هذه الظلمات الثلاث وإنما فقط قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله أنجاه مع أنه لم يدعو بالنجاح ولم يطلب الفرج هذه النقطة الثانية وهي أن هناك نوعا من أنواع الدعاء التي يدعو بها الإنسان المسلم عند الله وهو نوع زكي نوع عالي عالي وعالي جدا وهو أن يعرض العبد فقره وحاجته بين يدي الله فقط ويترك حاجته يعرض فقره وذله واستكانته وخضوعه بين يدي الله فيعرض لله أنه فقير وأنه ضعيف وأنه مهموم وأنه مبتلى وأنها تقطعت به الأسباب وأنه طرق كل الأبواب ومع ذلك لم يجب وأن كل أحد تخلى عنه وأنه طرى على باله كل أحد ومع ذلك هرب عنه ولم يبقى إلا باب الله ولم يبقى إلا الله ولم يبقى إلا فرج الله ولم يبقى إلا مساعدة الله ولم يبقى إلا تأييد الله الله إذا سمع مثل هذا الدعاء وهو ما يسمى عند أهل العلم دعاء الحال يعني يعرض حاله على الله هذا من أسباب الإجابة ثالثا هذا الدعاء تضمن سرا من أسرار الألوهية العبودية توحيد الألوهية وهو أن فيه في هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فيه أمر الله يحبه عبادة الله يجلها ويجلها كثيرا ويقدر أصحابها ويجيب دعاهم وهي عبادة الفقر والذل لله سبحانه وتعالى حتى أن هناك من السلف من قال سبرت حال الناس فرأيت من الناس من دخل على الله من خلال باب الصدقة كثير النفقة كثير الصدقة فدخل على الله من هذا الباب الله أجله الله نصره الله استجاب دعاءه الله وفقه لأنه كثير كثير الانفق وهناك من الناس من دخل من باب الصلاة وهناك من الناس من دخل من باب بر الوالدين وهناك من الناس قال ولم أجد باب الذل عليه الزحم ما وجدته إلا نفر قليل من العباد الصالحين هم الذين تعبدوا لله بهذه العبادة عبادة الذل والافتقار لله سبحانه وتعالى فهذا الدعاية تضمن هذه العبادة لا إله إلا أنت من مظاهر عبادة الذل أول مظهر فيها الاعتراف الاعتراف لله سبحانه وتعالى بأن الإنسان الإنسان نفسه يعترف بأنه ظالم لنفسه مقصر مفرط ضعيف عاجز حق الله أكبر من أن يؤديه كاملا مكملا وأن الله يستحق مثل هذه العبادات وأشد وأعلى وأزكى وأنه بينه وبين رضاء الله مسافات وأنه ابتلي بالخطايا والذنوب التي لا يعلمها إلا الله وأن الله ما زال يضفي عليه السطرة هذا مظهر من مظاهر هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله آخر قضية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهذا شيء عجيب الله يا إخوة أن نبيا من أنبياء الله يعترف بالظلم يعترف أنه ظالم لنفسه نبي من أنبياء الله فكيف بالإنسان العبد الفقير الذي هو فعلا مقر ومستودع الظلم هذا يدلك على أن دائرة الظلم أوسع من أننا نتخيل أن الإنسان يظلم غيره وفقط هذا هو الظلم من الظلم أن يظلم الإنسان نفسه من الظلم أن يقصر الإنسان في عبادة الله من الظلم أن يستطيع الإنسان أن يأتي لله بعبادة أعلى من هذه العبادة ومع ذلك لا يأتي بها هذا نوع ظلم يحتاج الإنسان أن يستغفر يحتاج الإنسان أن يتوب منه يحتاج الإنسان أن يتبرع من